مساء الخير مساء السعادة مساء كل حاجة جميلة في الدنيا على كل اللي بيشوفونا في كل مكان عايز اقول لكم ان في الفترة الاخيرة بتعيش مصرونة الحبيبة خطوات قوية جدا جدا في مجال العمل الصحي اللي بيتمثل في منظومة القانون التأمين الصحي الشامل مش بس كده كمان عايز اقول لكم ان القطاع الصيدلي والخدمات الدوائية ما هو اللي عبارة عن حلقة وصل قوية جدا ما بين الرعاية الصحية والمريض موضوح حلقتنا النهاردة هنتكلم عن منظومة التأمين الصحي الشامل وتحديات مهنة الصيدلة علشان كده بقى يسعدنا ويشرفنا ان يكون معنا النهاردة دكتور احمد حسين عبد العظيم المؤسس والمدير التنفيذي لشركة بنشمارك وماجستير ادارة الاعمال لجامعة اسالسكال فرنسية وخبير التخطيط الاستراتيجي اهلا بك يا دكتور بنرحب بحضرتك اهلا بك يا هودا واهلا بالسادة المشاهدين منور الدنيا يا دكتور الله ينهار بكم هنتلع دلوقتي الفاصل ونرجع لكم تاني انشمارك شركة رائدة في مجال جودة الرعاية الصحية وريادة الاعمال احدى حواضن ثقافة سلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية المقدمة في منطقة شرق المتوسط والدول العربية مركز استشارات والدراسات متخصصة في مجال اعتماد الصيدليات وفق المعايير المحلية والعالمية الشراكة المجتمعية للنهوض بالمؤسسات الدوائية والصيدليات الاهلية لمواكبة تحديات المستقبل انشاء مراكز تدريب واعادات القادة وفق الاهداف العالمية للتنمية المستدامة بنجدد معكم اللقاء والتحية وبنرحب بك يا دكتور للمرة الثانية في البداية بقى يا دكتور عايزين نعرف ايه هو قانون التأمين الصحي الشامل وإيه علاقته بمهنة الصيدلة وعمتا في البداية انا بحيي فريق الاعداد النشط اللي الحقيقة كان على قدم وصاق مع اللي بيحصل في البلد قانون التأمين الصحي الشامل دولة الرئيس امبارح اعتقد هذا الفيديو اللي انا اول مرة شوفه دلوقتي بيتكلم عن اعلان دولة الرئيس تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بجمهورية مصر العربية فده مجهود كبير جدا من فريق الاعداد القوي وفي الحقيقة في البداية عشان اتكلم عن قانون التأمين الصحي الشامل فانا حابب اوجه التحية للسادة الصيدلة شيوخ المهنة اللي لازالوا واقفين على رجليهم لحد النهاردة وبيقدموا الخدمة الدوائية الامنة للمواطن المصري وفي نفس الوقت حابب احيي كل طالب في كلية صيدلة واللي الحقيقة للأسف بصفتي الاكاديمية اتقلهم في البداية في بداية العام الدراسي ان عدد الصيدلة تجاوز 220 الف صيدلي وان المهنة اصبحت في حالة ترضي وفي حالة تضاهر والكلام ده فالحقيقة انا شايف ان قانون التأمين الصحي الشامل بيفتح لهؤلاء الصيدلة الطلاب عفاق جديدة في العمل وبيفتح لهم تطبيقات كتيرة خاصة بمنظومة الجودة الحقيقة هده انت قلت انه هو قانون التأمين الصحي الشامل في الحقيقة انا مش شايفه قانون التأمين الصحي الشامل انا شايفه قانون الاصلاح الصحي الشامل ليه بقى يا دكتور اشرح لنا اقول لحضرتك ليه قاني الاوان لهيكلة المنظومة الصحية بالكامل جه الوقت أن البنية التحتية للمؤسسات الصحية الموجودة في ربوع مصر كلها أنه يعاد هندلتها ويعاد هيكلتها طبقا لمعايير الجودة العالمية آني الأوان أن المريض يشعر بكرامة ويشعر بإنسانيته لما يدخل أحد مستشفيات أو أحد مؤسسات العمل الصحي أو القطاع الصحي في مصر آني الأوان أن مصر تبدأ تاخد خطوات واسعة في هذا القانون المثالي والمتميز سأقول لحضرتك إزاي فلسفة هذا القانون فلسفة متميزة جدا فلسفة فريدة فعلا جدا لأنها قامت على عدة محاور أول محور أن القانون إلزامي على كل مواطن مصري يغطي جميع المواطنين هو قانون إلزامي هو في حقيقة الأمر قانون إلزامي من حيث التغطية لكنه قانون إختياري في اختيار الخدمة قانون إختياري في اختيار الخدمة يعني حضرتك كمواطن هتبقى ملزم أنك تشترك فيه من حيث الاشتراك لكن في نفس التوقيت لك حرية الاختيار ما بين المؤسسات الصحية أنك تختار مؤسسة عن أخرى وبالتالي فهو يتيح مساحة التنافس بين المؤسسات الصحية المختلفة فهو بيقدم هذه الفلسفة النوافي هي الأسرة النوافي هي الأسرة ملف أسرة واحد عائل عائل الأسرة مصبو والملف واحد أصبح فيه ايدنتفيكيشن للأسرة أصبح فيه تعريف للأسرة واحد ملف هذه الأسرة هذا القانون قدم فلسفة فريدة من نوعها الحقيقة أقول لحضرتك إزاي؟ إزاي؟ وإيه يا الفلسفة؟ لأول مرة في مصر هنفصل هنفصل التمويل عن مقدم الخدمة هنفصل التمويل التمويل عن مقدم الخدمة مصبوط عن الهيئة التي تراقب تلك الخدمة فهي فصل 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 لهذه الجهات قانون التأمين الصحي المطبق حاليا قانون يجمع بين هذه الجهات في جهة واحدة وهي وزارة الصحة لا وزارة الصحة في القانون التأمين الصحي الشامل الجديد هتنقسم إلى ثلاث هيئات إيه هم أقول لحضرتك الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الهيئة العامة هي رقم واحد هي الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وهي هيئة تمولية هي هيئة تمولية وفي نفس التوقيت هي الهيئة التي ستسعر الخدمة يعني ستسعر الخدمة المقدمة لمتلاقي للمريض أو للمواطن المصري تمام؟ تخضع تلك الهيئة لرئاسة الوزراء يبا احنا قلنا أن قانون التأمين الصحي الشامل بيقدم فلسفة جديدة وهي فصل التمويل عن مقدم الخدمة عن المراقب لتلك الخدمة خليني أكمل لحضرتك الهيئات فدي أول هيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وهي هيئة فاندينج بادي فاندينج بادي اللي هي بتمول هذا المشروع تمول هذا المشروع بفرض حصة على المواطن بفرض ديبوزيت على المواطن وهكذا وفي نفس التوقيت بتمول هذا المشروع من ميزانية الدولة تمام؟ نعم ويأتي وتخضع في تبعياتها لرئاسة الوزراء الهيئة الثانية هي هيئة الرعاية الصحية وهي هيئة تشغيلية هي التي ستدير الملف الصحي في مصر التي ستدير القطاع الصحي في مصر اللي هي النهاردة هي وزارة الصحة المصرية هتخضع تلك الهيئة للسيد ووزير الصحة تمام؟ تمام الهيئة الثالثة وهي الهيئة الأخطر هي الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية هيئة مختصة بتطبيق نظم الجودة في مؤسسات العمل الصحي في مصر كافة مؤسسات العمل الصحي العيادات المنتشرة في ربوع مصر المستشفيات المنتشرة في ربوع مصر سواء كانت مؤسسات حكومية أو مؤسسات خاصة الصيدليات المنتشرة في ربوع مصر 75 ألف صيدلية اقترب من 75 ألف صيدلية تخدم المواطن المصري في الصباح وفي المساء جميل فالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية هتبدأ تطبق منظومة الجودة والمعايير المحلية والعالمية في هذه المؤسسات الصحية المختلفة هذه الهيئة أسست وتخضع في تبعيتها للسيد رئيس الجمهورية فإحنا كده قلنا أنهما التأمين الصحي الشامل لأن الناس كتير جدا عندها شبه كونفيوجن يتعلق بقصة التأمين الصحي الشامل فهي قانون التأمين الصحي الشامل ثلاث هيئات هيئة مولية وهيئة تشغيلية وهيئة اعتماد ورقابة صحية طيب يا دكتور نحن بقى بنتكلم عن الهيئات فكلمنا يا دكتور بتفصيل أكتر عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لأننا عايزين برضو نوضح للسادة المشاهدين بتختص بإيه بالصبط الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية هي هيئة أنشئت بقرار رئيس الوزراء رقم 2040 لسنة 2018 أسست بمجلس وأعضاء مكتمل الهدف من هذه الهيئة حددها قانون التأمين الصحي الشامل في المادة رقم 26 قال أن هذه الهيئة منوطة بإيه؟ منوطة بتطبيق وتقييم معايير الجودة في المؤسسات الصحية المختلفة طيب تطبيق المعايير وتطبيق منظومة الجودة في مصر هتيجي كده؟ لا فألزم قانون التأمين الصحي الشامل هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أنه يبدأ يطلع دليل معايير دليل معايير لكل المنشآت الصحية المختلفة دليل معايير ستاندردس للمنشآت الصحية سواء كانت مستشفيات دليل معايير للصيدليات الأهلية دليل معايير للعيادات الخاصة دليل معايير لللابز والمعامل دليل معايير لأطباء الأسنان وخلافه كل هذه المعايير الهيئة منوطة بإصدارها وهذا ما قد تم بالفعل تم بالفعل إصدار هذه المعايير طيب هذه الهيئة الهيئة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية مهمتها إيه مهمتها إن هي تعتمد المؤسسات الصحية تقول إن المؤسسات الصحية المختلفة دي ملتزمة بتطبيق المعايير التي تراعي نظم الجودة هي هيئة هتقول إن المؤسسات الصحية المختلفة في مصر الصيدليات الأهلية ملتزمة بتطبيق المعايير المختلفة التي أقرتها في دليل المعايير الذي أعلن تمام وبناء عليه هتبدأ تقول إن المؤسسة دي بعد ما تتوجه المؤسسة دي اللي هي الصيدليات وخلافه ليها بحثا عن هذا الاعتماد حتى حتى تدخل في منظومة التأمين الصحي الشامل هتبدأ إن هي تروح لها هتبدأ إن هي تروح لها وتبدأ تقول إن هي بتطبيق المعايير دي فالهيئة تقول إن هل الصيدلية دي مطبقة للمعايير فتاخد الأكريديتيشن أو الاعتماد وبالتالي وبناء عليه إيه القصة اللي هتحصل من كده تؤهل تلك الصيدلية من خلال استفاقها للمعايير للدخول في التعاقد مع هيئة الرعاية الصحية طب يا دكتور عايزين نعرف إيه الفرق ما بين الجودة والاعتماد الحقيقة ده سؤال مهم جدا وكتير من الناس جدا بتخلط ما بين مفهوم الجودة ومفهوم الاعتماد بإن كلمة جودة كلمة كبيرة جدا وبيندارك تحتيها كلام كتير وتفاصيل كتير جدا صحيح صحيح فعايزين برضو الواضح للشدادة المشهدية حتى البرودة بتنفسه لما بتيجي تشتري أي حاجة حضرتك البايع أو التاجر أو الريتيلز أو خلافه بيكلمك عن الجودة بيقولك إن هو عنده أعلى جودة وبالتالي حضرتك بتروحيله حضرتك أحيانا عشان أخد المنتج ده دولا عن غيره بالضبط هو خلينا أقول لحضرتك إن أي كوليتي جورني أي كوليتي جورني وزر كانت كوليتي مانجمينت أو كانت انفرميشن أو سيكيوريتي ساتش آزل آيزو مزبوط أو كانت هيلس أندي سيفتي زي المعايير التي وضعتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية شود بيستارت ويز ديفنيشن فور ذا كوليتي لازم تبدأ طبعا لازم تبدأ بتعريف للكوليتي لأن بعض الناس بتقول إن الكوليتي هي سرتيفكت هي عبارة عن شهادة شهادة ذات سفاين ذات سكليرلي فاين فعلا هو ده شيء كويس لكن هل ده ذات سوي وانتو أتشيب لا هل ده هو الشيء اللي احنا عايزين نحققه لا لا أكيد حاجة الحقيقة لا الجودة في منظومة العمل الصحي خليني أكون أكتر معاكي ريليتد لموضوع التأمين الصحي وموضوع المعايير اللي تم وضعها من الهيئة العامة للرقابة والاعتماد الانستيتيوت اوف ميديسن سنة 2001 وضعت أبعاد وضعت دايمانشنز فور ذا كواليتي وضعت أبعاد بناء عليها لازم نتكلم عن أي منظومة صحية عشان تحقق شغل الجودة لابد ان هي تبقى ملتزمة بالأبعاد دي مظبوطة تمام؟ الأبعاد دي عبارة عن إيه؟ إيه بقى؟ أقول لحضرتك المريض لابد انه تلقى الخدمة الآمنة دا أساسي تمام لابد انه تلقى الخدمة الآمنة طبعا ولازم اللي هي السيفتي صح تمام؟ ولازم الخدمة دي تبقى الطايم تبقى الوقت بتاعت مش كونسيومي لا مش كونسيومي في مرضى بيخشوا المستشفات بياخد وسط طايم كبير جدا وانس ان هو ودي بيسميها الجورني الهسبة الجورني للبيشنت ان البيشنت بيخش المستشفى يبدأ يتنقل من مكان للتاني للتالت للرابع يقعد في المستشفى وقت كونسيومي جدا مع ان حالته لا تستدعي إطلاقا ان يقعد وبالتالي وده بيبقى عرضة للإنفكش وخلافه فاحنا قلنا فابعاد الجودة بتتكلم عن امان المريض اللي هي السيفتي بتتكلم ان المريض يتلقى الخدمة بوقت محدد طبقا لطبيعة حالته مش كونسيومي جليها تمام؟ وبتتكلم انه يتلقى الخدمة الخدمة الفعالة الفعالة الانستيتيوت اوف مادسين اتكلمت ان لابد ان احنا نتجنب تلات حاجات ايه هما؟ الاوفريوز والاندريوز والمسيوز مثال شهير جدا في الاوفريوز الاستخدام الانتيبيوتكس في الفيرل انفكش الكومون كول البرد المنتشر حاليا يروح للمريض يروح لطبيب او يروح لصيدالي او خلافه بالسكريبشن معينة والصيدالي مثلا بيطلع له انتيبيوتكس في الحالة دي الانتيبيوتكس هنا نوت ريليت التوتالي للفيرل انفكشن مالوش علاقة مالوش علاقة تماما بل على العكس هيأثر على الحالة بالعكس طيب فالانستيتيوتف ميديسين قالت لما جات تحط ابعاد الجودة اتكلمت على الفاعلية الفاعلية حددتها بتلات ايه حاجات زي ما قلنا الاوفريوز اللي هو تجنب الاستخدام اللي غير مرتبط بالحالة تمام والمسيوز اللي هو اننا ادي له حاجة هو مش محتاجها تمام والاندريوز اننا يكون هو محتاج حاجة وانا ما ادهلوش مضبوط تمام محتاج دياجنوزيس محتاج دياجنوستيكلاب معين وانا ما بقولوش عليه تمام تمام بعد كده يبا احنا قلنا ان ابعاد الجودة اللي بيها يعني ايه عايزين نتكلم عن مسمى الجودة او معنى الجودة تمام قلنا ان المريض يتلقى الخدمة الامنة مضبوط طايملي افكتفلي ويتلقى الخدمة الافيشنتلي الافيشنتلي اللي هي ايه اللي هو انه يتجنب الويست ايني ويست يتجنب اي اي اجراء زائد عن احتياج المريض تمام اه ده رقم اربعة رقم خمسة الاكويتابل الاكويتابل اللي هو المساواة بين المرضى المساواة بين المرضى المنظومة الجديدة في التأمين الصحي الشامل هتبدأ تاخد من المريض هتبدأ تاخد من المريض هتفرض على المرتبات سواء كانت قطاع حكومي او القطاع الخاص او خلافه وهتتكفل الدولة برقم معين برقم معين فاندنج فاندنج المنظومة كلها وتبدأ بعد كده تطرح هذه الخدمة للمواطن بصفة عامة المواطن النهاردة يبدأ يتلقى الخدمة دي يبدأ يتلقى الخدمة دي منين من اي مستشفى هو يا حباب هزي ما قلت لحضرتك ان فلسفة القانون في البداية فلسفة الزامية كفند كتمويل تمام كدخول المنظومة كدخول المرضى المنظومة كدخول المواطن المصري المنظومة لكنه في نفس التوقيت لكنه في نفس التوقيت اختياري ليه في دخول مؤسسة صحية وبالتالي قلنا تطرح التنافس تطرح التنافس وده يدفعنا للنقطة الأخيرة في أبعاد الجودة الستة اللي أقرتهم الانستيتيوت في ميديسن سنة 2001 اللي هو إيه بقى اللي هو المريض هو السنتر لازم لما يشد بي أن الحاجة اللي ريليتد لك أنت تعرفها يشد أن أنا أراعي البيشنت بريفرانسيس أن البيشنت ده مش جاي يخش المستشفى عشان يتلقى خدمة غمضة أو خدمة وخدافة فاصل يا دكتور نطلع دلوقتي فاصل ونرجع لكم تاني وبعد الفاصل يا دكتور حضرتك تكلمت معنا عن الجودة والست محاور اللي بيختصوا بالجودة فاضل حضرتك تكلمنا عن الاعتماد الاعتماد الحقيقة أن الاعتماد أي جودة لا تنشأ شيء من نفسها مش من نفسها كده تمام لازم يقع فيه لازم يقع فيه تقييم لكل محاور العمل الصحي داخل مصر تمام فبناء على كده الخبراء بيكتامعوا لأن المسألة مش هتبقى مطلقة ولا هتبقى كل واحد عايز يعمل جودة بمنظوره أو تبقى لإحتياجاته أو خلافه لابد أن الدولة تتكفل بمعايير معينة تحكم بيها على أي مؤسسة صحية إذا كانت مستوفية لمعايير الجودة ولا لا فبناء على كده الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التي تخضع لرئاسة الجمهورية زي ما قلنا في البند التاني بتاعها أن هي منوطة بإنشاء دليل المعايير بتعمل إيه بقى؟ بتعمل معايير الأداء إيه بقى معايير الأداء؟ معايير الأداء حاولها حضرتك أي أي كواليتي الجودة؟ أي كواليتي بالضبط لها بلدنج بلوك يعني إيه بلدنج بلوك؟ لها بناء تمام؟ لها مبنى بتتبنى عليه أو أساسيات؟ آه طبعا الإنشيال أول مرحلة فيها أن أنا مشارمنت أن أنا إيس أن أنا إيس الحاجة اللي أنا بشتغل عليها أن أنا أقول أن الحاجة دي كم مريض دخله النهاردة؟ هل السعة هل سعة المستشفى تستوعب المرضى دول ولا لا؟ حضرتك وخدبالك مضبوطة فنأيس تمام؟ تاني حاجة الأسسمنت الأسسمنت أن أنا أماتش المشارفاليوز اللي أنا طلعتها دي أن أنا أشوف هل المشارفاليوز دي بتوافق المعايير تبقى للأسسمنت تمام؟ مزبوطة وبعد كده نطلع للمرحلة اللقام ثلاثة اللي هي الامبروفمنت اللي هي التحسين تمام؟ مزبوطة طيب هتيجي هنا ماتشنج مع إيه؟ لما أنا أجي أعمل أسسمنت هتوافق مع إيه؟ مع المعيير مع معيير الأداء معيير الأداء مستويات الأداء اللي بيها أقدر لما أجي أعمل أكريديتشن هو إيه الأكريديتشن؟ إنك أنت كمؤسسة صحية بتقيم نفسك بتقيم نفسك طبقاً لمستويات الأداء طبقاً لمستويات الأداء اللي أقرتها الهيئة أو الحكومة اللي بتكفل نظم الجودة للمصريين اللي بتكفل الرعاية الصحية المحترمة للمصريين اللي بتكفل الإنسانية للمريض حضرتك وهذا بالك فالمعايير دي هنبدأ نعمل عليها ماتشنج تمام؟ وبناء عليه نبدأ نعمل سلف أسسمنت داخل المؤسسة أنا كمؤسسة كصيدلية أنا كصيدلية مثل لحضرتك بمثال علشان الأمور تبقى واضحة للسادة المشاهدين أنا دلوقتي بقول مثلاً أن الصيدلية لابد أن نبقى لها إطار تقييمي معين علشان أقدر حكم عليها بشيء من الشفافية والوضوح إنها ملتزمة بمعايير الجودة تمام؟ هذه المعايير المعايير دي يقيمها الصيدلي نفسه داخل صيدليته ويجي له بقى الإكسترنال ريفيور اللي هي الهيئة تقيمه علشان في النهاية تديله الأكريديتيشن فحضرتك عايزة تقولي الأكريديتيشن الأكريديتيشن هو خطوة أصيلة أصيلة لضمان جودة الأداء عايزة أقول لحضرتك كمان والاستاذ المشاهدين إن الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية من حقها المتابعة المستمرة لكل المؤسسات الصحية اللي اعتمدت منها يعني المسألة مش إنه هو خاد الاعتماد النهاردة الصبح يروح يقول خلاص أنا لا ملتزم بمعايير ولا خلافه لا من حق هذه الهيئة طبقا للمادة رقم 27 في نفس القانون في قانون التأمين الصحي الشامل إنها تعقد زيارات إنها زيارات مفاجئة إنها تنزل تشوف السيسمينت للمؤسسات الصحية تنزل تشوف تعمل السيسمينت المفاجئ للصيدلية تشوف هل الصيدلية مستوفية لهذه المعايير ولا لا وبالتالي إما ممكن بعدها توقف هذا الاعتماد أو تقوم بإلغاءه تماما فإحنا بنقول أن الاعتماد هو خطوة لضمان جودة الأداء داخل منظمات العمل الصحي في مصر عظيم يا دكتور طيب بما نحن بنتكلم عن الصيدليات والمعايير فكلمنا أكتر يا دكتور باستفادة عن المعايير الخاصة بالصيدليات والله الحقيقة الصيدليات داخل كل الصيدلية بيبقى لها مواصفات وبيبقى لها معايير برضو عايزين نوضح للسادة المشاهدين إيه هي المعايير اللي بناء عليها بتقوم الصيدليات تماما هي الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لما حابت تحط المعايير اللي بناء عليها مصبوط الصيدليات الأهلية تبقى ماتشنج مع الكواليتي وتطبيق معايير الجودة ومعايير سلامة المرضى وخلافه أسمت هذه المعايير لتلات مجموعات رئيسية إيه هم بقى المجموعة الأولى مجموعة مشهورة جدا كومت جدا لكل صيدلي اللي هي الفارماسي ليسنس ريكوارمان اللي هي إجراءات الترخيص بتاعته عنده رخصة صيدلية عنده صيدلي موجود جوا المكان عنده طفاية حريق عنده التفاصيل دي كلها اللي هي عوامل السفتي والأمان لا مش عوامل السفتي والأمان هي عوامل مؤثرة في ترخيص الصيدلية طبقا لقانون الصيدلة نفسه لازم أي صيدلية مفتوحة داخل مصر لها رخصة صح مصبو لازم لها دوكيومنتس خاصة بيها الدوكيومنتس دي كلها اتحطت فيه اللي هي أول مجموعة فهي مجموعة كل الصيدلي يعرفوها ويعرفوا تفاصيلها ومش هتمثل شيء صعب بالنسبة لهم الحقيقة أن المجموعتين التانيين واللي تم وضعهم بضقة متنهية تمام مجموعة الناشونال مجموعة التانية اللي هي ناشونال ان سيفت ريكوائرمتس اللي ان اس ار اللي هي مجموعة معايير تضمن السلامة السلامة المهنية تضمن تقديم خدمة للمواطن سليمة تضمن البيشانت سيفتي تضمن البيشانت سيفتي فهي معايير مختصة بسلامة المرضى معايير مختصة بكيفية صرف الادوية مثلا عالية الخطورة معايير مختصة بكيفية تعريف المريض وهو داخل بالبرسكريبشن للصيدلي هوتو ايدنتفاي ازاي هو بيبدأ ياخد الرشيتة ازاي من الصيدلي وبيبدأ يتعرف ازاي لابد ان هو يكون على دراية كاملة بهوتو ايدنتفاي وده علم على فكرة تمام معايير مختصة بالتعامل مع الهازاردس مع الصيدلية مكان ممكن يبقى ريليتد لكيميكالز او خلافه فهل الصيدلية بتتعامل ازاي مع الكلام ده حضرتك وغدبالك فدي المجموعة التانية من المعايير المجموعة التالتة من المعايير هي مجموعة الجينرال فارماسي ستاندردس المعايير العامة المعايير العامة دي اتقسمت لصب كاتيجرس لصب كلاسيس لحاجات لآيتنز يعني منها معايير تهتم بالباشنت رايتس حقوق المريض هذا المريض له حقوق على كل مقدم الرعاية الصحية هذا المريض له حق على الطبيب وله حق على الصيدلي اللي بيتلقى يوميا في كل ساعة والصيدلي الحقيقة هو اقرب واحد من مقدم الرعاية الصحية اقرب واحد فعليا اللي بيتلقى في البداية لو حتى فيه طوارئ او فيه خلافه المريض ديريكت اللي بيتوجه للايه الصيدلي الصيدلي طبعا فتخيالي أن مهنة الصيدالة الآن بتمر فعلياً بتفرع بإنشاء هذه المعايير أعتقد أن هي بارقة الأمل فعلياً لهذه المهنة اللي عانت كتير جداً في الفترة المنصرفة فأول مجموعة من مجموعة المعايير العامة الخاصة بالصيداليات مجموعة تهتم بالباشنترايتس في مجموعة من المعايير بتهتم بالإنفايرون من كير اللي حضرتك كنت بتقولي عليها دلوقتي اللي هي معايير السلامة داخل الصيدالية بيئة الصيدالية تمام؟ في معايير خاصة بالبرسكريبشن أند سبينسن معايير خاصة بطريقة صرف الأدوية بطريقة التعامل مع الرشدة بيتعامل معها إزاي؟ ودي مسألة تحتاج إلى والله إلى حلقات كتيرة جداً اللي احنا نتكلم عنها عن إزاي الصيدالي بتلقى الرشدة وإزاي بيتعامل معها وإن نوع الدواء اللي هو ماتشنج معها واللي هو بتصرف معها إزاي؟ حضرتك وغدبالك وفي معايير وفي معايير ضمت نفس هذه المجموعة من المعايير معايير الأبروبيات أند سيف ميديكيشن الأبروبيات أند سيف ميديكيشن كل هذه المعايير إضافة إلى معايير الإنفكشن كنترول برأبة العدوى داخل الصيدالية حضرتك داخل الصيدالية أنت مريض وأنا متلقي ليك إزاي هضمن عملية الهند هيجين وإزاي هتعامل مع المريض بشيء معينة؟ بالضبط طيب ممكن يا دكتور يعني حرتك تقول لنا بعض الأمثلة التوضحية؟ تمام أنا عارف أن الموضوع شوية كومبليكس شوية معقد ده أكيد تمام وعارف أن الموضوع يعني محتاج تفاصيل كتير جدا مصبوط حلقة مش كافية فعليا بالنسباله لكن شاء الله هنبقى موجودين شاء الله بإذن الله الحقيقة خليني أقول لحضرتك مثال نوضح به الدنيا دي كلها إحنا قلنا أول مجموعة من المعيير هي National and Safety Requirement صحي كده؟ صح اللي هي المعيير اللي بتضمن تقديم الخدمة الآمنة تقديم الخدمة المناسبة للمريض الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وضعت أول معيار أول معيار خاص بيها يتضمن أن الصيدلية لابد أن تقدم لابد أن تقدم الوسائق والأدلة والشواهد لكيفية التعامل مع المريض وطلقيه اللي هو وفي نفس المعيار اتكلمت على التليفون كوميونيكيشن التليفون كوميونيكيشن أقول لحضرتك إزاي الصيدالي النهاردة بيتعامل الصيدالي ده مقدم خدمة صحية للمريض بيتعامل مع الطبيب بيتعامل مع الطبيب لكن في بعض الأمور أو الطوارئ لا يخلو الأمر من كده في كل بيت مصري إن أنا بروح أتوجه للصيدالية لما بروح أتوجه للصيدالية الصيدالية دلوقتي بيقول لي خد كلم الطبيب ده تحصل كتير جدا آه مسبوط فوضعت في معايير السلامة الخاصة بالمريض عشان كده بقول لحضرتك هي وضعت في غاية الدقة تمام مسبوط إن إزاي الصيدالي هيتعامل مع الطبيب إزاي الصيدالي هيتعامل مع الطبيب من خلال التليفون تمام فقلنا إنه لازم فالمعايير وضعت علشان تتكلم عن القصة دي بشيء من التفصيل شوية معلش أنا هسترسل فيها شوية أوكي يا دكتور خد رحمت دلوقتي الصيدالي بيتلقى عبر التليفون بيتلقى طبيب بيقول له والله كذا 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 أنا عايز للمريض ده واحد اتنين تلاتة اربعة تمام ممكن يحصل إيرور في السماع ولا مش ممكن ممكن يحصل مشكلة طبعا تمام أو خطأ بالزبط ممكن ما ياخدش منه الانستراكشن أوفدوز ولا لا الانستراكشن التعليمات الخاصة بالدواء دواء هيتخذ كم مرة الكلام ده كله ولا لا ممكن بتتشابه أسماء الأدوية مع بعض أحييكي ده أنا عايز أقول لحضرتك مصد بيبقى حرف بيدي الموت تاني ده أنا أحييكي جدا فالصيدالي بيفهم حاجة تانية غير الحاجة المقصودة صحيح نكون لنا في مصر يعني الحضرتك بتتكلمي عنه ده ده معيار مخصوص ده أنا أقول لحضرتك ده حقيقة ده حقيقة بيتكلم عن لوكا لايك ساون لايك لوكا لايك ساون لايك الأدوية الشبيهة ده حقيقة على فكرة لابد أن هو تعرف الأدوية الشبيهة دي لها سياسة متكاملة لكيفية التعامل الصيدالي معها ماينفعش دواء شبيه يتحط جنب أخوه وماينفعش الدواء الشبيه ده إن أنا لما أجي أصرفه أصرفه كده لازم يحصل ضابل تشك عليه ولازم ضابل تشك اللي هو فحص فحص متوازي يعني أنا كصيدالي ومعايا صيدالي تاني موجود في المكان أنا أبص عليه طيب الأدوية الشبيهة دي لابد أنها تكون معلنة داخل الصيدالي لازم أن الصيدالي اللي موجود يبقى مضرب عليها لازم يبارس وشاهم وعنده فكرة وكل حاجة وبالتالي المعايير ألزمت على الصيداليات إن هي تتعامل بسياسة واضحة وصريحة في اللوكا لايك ساون لايك تمام؟ طيب خليني أرجع تاني للتلفو كمنيكيش أنا دلوقتي بتواصل مع الطبيب حضرتك قلت إن دي ممكن تنشأ فيه أزمة تمام؟ هيبدأ الصيدالي يبقى عنده تلفون أوردر فورم لازم يبقى عنده تلفون أوردر فورم إيفنت كده في إيده إنه بيبدأ يكتب بيبدأ يعمل حاجة اسمها ده الرايتنج إنه بيكتب وراءه مصبوط آه وبعد كده بيبدأ يعمل في البروسيدو الرقم اتنين إنه هو يعيد الكلام تاني للطبيب تمام؟ في هذا التلفون أوردر فورم فورمة كاملة عنده ثابتة هو مش هو اللي بيخترعها تمام؟ مصبوط آه بيبقى بيكتب فيها الانستراكشن الدوز الكلام ده كل حضرتك وغدبالك بتبقى جايدد لي على طول بيتعامل معها مباشرة فبالتالي المعيار ده كفل أمان المريض في التعامل الصيدلي مع الطبيب في حالة التلفون أوردر كومونيكيشن طيب معنا فاصل طيب أوكي في النهاية بقى يا دكتور عايزين نعرف إيه هي شركة بينشمارك وإيه الخدمة اللي بتقدمها والله أنا خليني أقول لحضرتك إن شركة بينشمارك ليست وليدة اللحظة إذن أقول لحضرتك شركة بينشمارك قائمة على خبرات سابقة جدا في منظومة الجودة عمرها سنين الحقيقة عمرها سنين كمؤسسة كانت في الأول مؤسسة فيها تعاون بين مجموعة تبنت هذا العمل وأخذته على عاطقها تمام؟ تمام وأرادت إن هي تضع إن هي تشارك العمل المجتمع وتشارك المؤسسات الصحية المختلفة في رؤية تصحيح وتصحيح المصار والتحسين المستمر الكونتينيس إمبروفمينت أند سوءون تمام؟ فهي الشركة ده اللي بيحصل النهاردة من محالة التأسيس وخلافه هو نتاج لعمر ولسنين تم بزلها من من الإطار الأكاديمي الدراسة الأكاديمية من الباست إكسبيريانس من الخبرة السابقة اللي تمت في ليست مقصورة الحقيقة على نصر بل إن هي تمت في في دول أخرى بالمشاركة في اعتمادات مختلفة فهي ليست وليدة اللحظة ليست مقتصرة على إن هي منظومة أكاديمية فقط لكن لا تنعم بالخبرة وتنعم بمراحل التطبيق وتشارك في هذا الأمر وعندها رؤية واضحة جدا إن هي ليدنج ساب بورد للهيلس كير أورجانيزيشن والأوفر الأرب كونتريز وطبعا في البداية طبعا وده لابد حق البلد علينا اللي هي نيجيبت تمام ووضعت على كده رسالتها إن هي تخلق الفرق بين المؤسسات وتخلق روح التنافس بين المؤسسات وإنها تبدأ تدعم المنظومة الصحية المختلفة في مصر تدعم الصيدليات الأهلية على اختلافها وعلى تنوعها 75 ألف صيدلية عدد كبير جدا 75 ألف صيدلية بيخدموا المواطن بإطار مختلف جدا 75 ألف صيدلية محتاجين إن هما ماتشنج محتاجين طفرة محتاجين إن هما أفاق جديدة للمستقبل محتاجين إن حد يقول لهم إن في منظومة جودة وفي معايير خاصة بالصيدليات محتاجين تدريب فهي هيئة فهي شركة تنعم بجزء تدريبي شركة لها دور بحسي إحنا حاليا شغلين بأننا فترة على إطار بحسي إن شاء الله هيران مو قريبا إطار بحسي خاص بمنظومة الجودة خاص بمنظومة التطوير خاص بمنظومة العمل الصحي خاص بالكونتينيس إمبروفمينت والبيلدينج بلوك أوف كواليتي فالحقيقة سعداء جداً لتلبية الدعوة الكريمة اللي وجهت من القناة سعداء جداً إن إحنا نكون حجر زاوية في دعم المؤسسات الصحية في تنمية الأمور الجودة إماناً بمستقبل كبير جداً لهذا الوطن في منظومة القطاع الصحي ورؤيا والله فعلياً تنبع من القلب وطرع أفاق كبيرة جداً في هذه المنظومة التي تستحق الكثير والكسير شكراً حضرتك جداً يا دكتور بجد كان معنا النهاردة دكتور أحمد حسين عبد العظيم المؤسس والبدير التنفيذي لشركة بيتشمارك وماجستير إدارة الأعمال جامعة أسالسكا الفرنسية وخبير التخطيط الاستراتيجي بجد يا دكتور كانت حالة دسمة جداً مليئة بالمعلومات شكراً حضرتك جداً يا دكتور وبشكر السادة المشاهدين وانتظرونا في الحلقة الجاية شكراً